ايوه هو مش جمال بن عمر اللي هو المبعوث الأمم في الأمم المتحدة ما للناس ليه بتردد وتقول ان ده بقى السبحة تفرطت وليه محمد بيأكل بعضه وحيحاكم لا خليك معي محمد جمال بن عمر اللي هو المبعوث الأمم في اليمن جمال بن عمر من هو جمال بن عمر؟ عيل شيوعي جمال بن عمر كان عضو في منظمة شيوعية يرأسها واحد مغربي يهودي اسمه أبراهام رحل اسمها التنعن لكن هو عضو في منظمة شيوعية يهودية يرأسها واحد مغربي اسمه أبراهام مش فاكر بقل اسم التنعن يعني راح عن ذاكرته تمام؟ وسلطات المغربية قبط عليه هو من المغرب قبط عليه لأنه يريد فصل الصحراء عن المغرب نعم فهو راح يقسم في اليمن وبعدين هناك الشعب اليمني زي حالتنا قلبان كده يقول لك المبعوث الأمم والشرعية والأمم الأقارات مجلس الأمن ومجلس الأمن بيأي يا حبيبي اسم بلدك يا بيه جاي يسلم الشيعة يستلمه صنعات يا بيه فأحنا هنعيش في نفس الوهم بعد رجوعي الأول مرة للمغرب بعد أكثر من عشرين سنة من عشرين سنة من المنفى لأنه معروف لأنني اعتقلت كشاب طالب جامعي كنت في معتقل سري لمدة شهور قضيت 8 سنوات في السجن كانت المعاناة صعبة فعلا لكن يسعدني أن أرى الآن أن الأفكار التي دافعنا عليها خلال ما سمي في المغرب بسنوات الرصاص خلال السبعينات أصبحت الآن كلها أفكار والمطالب مشروعة فقط توفي أبرهام السرفاتي وهو عضو سابق في الحزب الشيوعي المغربي وفي حركة إلى الأمام الماركسية اللينينية وفي الجنوب يسود وضع غير مستقر وأصبحت أصوات الجنوبيين الذين عانوا لسنوات طويلة من التمييز والتهميش أعلى من ذي قبل وعادت كثير من تلك الأصوات للمطالبة بالانفصال كنت من أول مجموعة وصلت إلى العراق بعد الحرب في 2003 كانت مهمتنا الأولى يعني هو التعرف على الأوضاع يعني بعض الحرب حنا تنبأنا مثلا أنه ستكون هناك مقاومة مسلحة في عدة مناطق تنبأنا بهذا لما التقينا لأول مرة في يونيو 2003 مع ضباط من الجيش الذي قالوا لنا إذا تم حل الجيش لن نسكت ولن نبقى سنتحرك وكان هذا إشارة واضحة كنت بل كالأمريكيين؟ طبعا كنا على تواصل مستمر مع الأمريكيين ونبأناهم أفغانستان كنت من أول العاملين في الأمم المتحدة الذي وصلوا إلى أفغانستان بعد انهيار نظام الطالبان لكن بدأنا في العمل من أجل دعم العملي انتقالي في أفغانستان مع بداية الحرب على الطالبان بدأنا نفكر في ماذا ممكن أن تكون الملامح العامة لترتيب عملية انتقالية يعني في أفغانستان أفغانستان لها خصوصياتها ولها تاريخ معقد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر